الممثل شريف مونير أنا كنت مستمتع جداً أنا وزمائلي كريمة عبدالعزيز وكل اللي كانوا موجودين في الفيلم إن إحنا بجد كنا في منتهى السعادة وإحنا بنعمل الفيلم ده انطرح السؤال عدة مرات عن العواينات سودي اللي لبسهم خلال مهرجين كان الجواب الفنان حر والفنان بيلبس بالطريقة اللي هو عايزها بحيث إنه هو ما يجرحش الناس ودي كانت جزء من إكسسواري أو من جزء من لبسي زي ما أنت بالظبط بيسبتلة وتريس بابيونة أو كرافاتا فالبسط ندارة سؤال موقع الفن كان عن مشاركته بمهرجين القاهرة فكان الجواب إحنا ما عملتش حاجة في الفيلم في المهرجان معروضة عشان أخذ عليها جايزة سؤال الممثل شريف مونير عن الأسامي اللي لازم تتكرم بعد ما تكرمت لحد اليوم يعني أساس دوود عبد السيد مثلا من الناس اللي لازم تتكرموا يعني فيه كمان جيء طريق العريان يعني يعني أنا بعتبره مصري لأنه أفلامه كلها بتمسنا جدا بتمس المجتمع المصري فأنا طبعا أبقى سعيد جدا لو طريق العرياني وكذا وقت انطرح السؤال على الممثل شريف مونير عن مشاركته بالجزء الثاني من الزيبق كان الجواب يعني إن شاء الله فيه كلام على أنه الجزء الثاني من الزيبق حيبدأ تحضيره بس إمتى لسه ما تقررش وعن رأيه بمهرجان القاهرة السينماية الدولة للدورة 41 للسنة كان الجواب مهرجان السنة دي كان عظيم جدا جدا وافتتاحه كان جميل جدا وكان بسيط جدا يعني ما كانش فيه إبهار جامد جدا إنما بسطته كانت في نجاحه الحقيقة كان بسيط وجميل وكان خالد الصوي مبدع في هذا الافتتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر